السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحبكم من جديد عزتنا الطلبة ونتمنى بأنكم متابعين معنا في مختلف المواد التعليمية اللي قاعدة تعرض لكم في هذا التصوير التلفزيوني والبث المخصص لخدمتكم درسنا اليوم في مقرر فيز واحد أو فيز مية واثنين الخاص في التعليم الثانوي وهو نفس مقرر فيز 812 للتعليم الفني والمهني موجه لطلاب الأول الثانوي وطلاب الثاني الثانوي في التعليم الفني والمهني ونتابع في مادة الفصل الثالث ودرسنا اليوم رح يكون مخصص بدراسة الحركة بتسارع منتظم أو بمعنى آخر معادلات الحركة بتسارع منتظم في درسنا اليوم رح نتعرض إلى أهداف نسعى لتحقيقها أنا وأنتم وبتعاونكم معانا إن شاء الله بحيث نعرض معادلات الحركة بالتسارع المنتظم ونقوم بالربط فيما بين المتغيرات الواردة في هذه المعادلات وهي السرعة المتجهة والتسارع والزمن والمسافة هذه المعادلات تربط بين أربع متغيرات ومن ثم نعمل على تطبيق هذه القوانين ونشوف طريقة حل المسائل باستخدامها بداية بنتعرف من كتابكم وارد توضيح لمعادلات الحركة الثلاث وهذه المعادلات أنتوا الآن في أول ثانوي رح تكرر معاكم في ثاني ثانوي وتكرر معاكم في توجيهه وفي الجامعة لأنها أساس من علم الفيزياء هذه المعادلات اللي أرجو من الجميع لازم نحفظهم وتحفظهم بالنسخ اكتب مرة ثانتين ثلاث بتحفظهم ثلاث معادلات بس المعادلة الأولى تجد أنها بتعطي علاقة ما بين الزمن والسرعة النهائية والتسارع هذه المعادلة الأولى وصيغتها الرياضية في أف تساول في آي بلاس اي في تي لاحظ أنه المسافة غير واردة في هذه المعادلة الأولى ما في مسافة عندنا المعادلة الثانية بتربط علاقة التسارع مع المسافة والزمن وفي المعادلة هذه تجد السرعة النهائية غير موجودة فبالتالي ما بستخدم ذي المعادلة للبحث عن الفاينال فيلوسيتي أو السرعة الفي فاينال المعادلة الثالثة انتبه بأنها تربط ما بين السرعة النهائية والابتدائية والتسارع والمسافة شو العنصر المفقود في ذي المعادلة الثالثة تجد أن الزمن لا يظهر في هذه المعادلة الثالثة لأنها تربط تسارع سرعة ابتدائية ومسافة لذلك كخطوة أولى تعرفنا على هذه المعادلات الثلاث ونحفظهم وأعيد ضرورة أني أحفظهم لأجل أني أكتبهم أمامي في حل أي مسألة أي مسألة تختص بعلم الحركة باكتب المعادلات الثلاثة أمامي وبدربكم طريقة استخدامها اللي أرجو من فهمك لهذا الموضوع بعد ما أنا حفظت السيغة الرياضية لمعادلات الحركة في أمور تختص بتحليلك للسؤال بطريقة صحيحة فأنت إذا قرأت بنص السؤال أن الجسم تحرك من السكون VI اللي تمثل السرعة الابتدائية في هذه الحالة تكون بقيمة صفر لأن الجسم اللي معانا جسم ساكن هذا من خلال أنت فهمك للسؤال الوارد المعلومة فيه الفي الفاينل ترمز مثل ما يعرف الجميع تعودت الآن عليها VF تعني سرعة نهائية لكن اللي أبيك تنتبه عليه إذا نص السؤال ذكر وقال لي ترى توقف الجسم بعد عشر سكند بعد ثماني سكند ما دام يا بطاري توقف الجسم فهذا يعني أن السرعة أصبحت صاف فلأن الجسم متوقف الرمز أي مثل ما أنتو كخبراء صرت في التسارع أي يدل على التسارع واللي أرجوك تنتبه عليه بأنه إذا كان معاي سرعة موجبة وهذا شرحناه في الحصة الماضية إذا السرعة بالاتجاه الموجب تناقصت هذا يعني لتباطئ ويدل أن التسارع بالاتجاه السالب وهذه نقطة ننتبه عليها لأنه تفرق إشارة التسارع في تعويض المعادلات فمتى نضع التسارع سالب إذا كانت السرعة الموجبة تتباطئ T طبعا كرمز متعارف على يدل على الزمن وD سنستخدمها للإشارة للمسافة المقطوعة النقاط هذه اللي أنا ذكرتها وشرحتها لكم عن المتغيرات الواردة في معادلاتي مهمة عند تعاملنا مع المسائل المتعلقة في الحركة بتسارع منتظم يعني معنى تسارع منتظم يعني تسارع بقيمة ثابتة تسارع جسم 5 متر بير سيكون سكوير خلص ثابتة على هذه القيمة فلذلك سمنا تسارع منتظم ولذلك في قراءتك للسؤال الجزء المهم أتحدد المعلومات المتوفرة معانا واللي نسميها معطيات ثم تحدد أنت المطلوب شو المطلوب في السؤال البحث عنه وبعد ذلك أستبعد المعادلات اللي بتفشل في حل السؤال وبختار المعادلة المناسبة للحل يعني أسميها المعادلة اللي تنجح وفي باقي معادلات بتفشل حق هذا السؤال أو هذا المطلوب لذلك هذه تعليمات مهمة أرجوكم تنتبهوا لها عند تعاملكم مع حل المسائل وأرجوك تفكر بذكاء علم الفيزياء هو علم تفكير شوان أفكر لاحظ معاي في التدريب الأول لتوضيح فكرة استخدام هذه المعادلات اللي شرحتها مني شوي سؤالي مذكور لنا عن سيارة تتحرك من السكون أول ما شفت سكون بس تنتج ترى الأستاذ قال الجسم الساكن السرعة الابتدائية يعني صفر إذن الفيئة توفرت معنا هذه طريقة أنا في تحليل السؤال لازم أحلل السؤال بطريقة صحيحة وقال لي سؤالي أن ذي السيارة تحركها بتسارع منتظم مقداره مثابت يعني التسارع موجود معاي نشوف الآن شو المطالب في سؤالي أولا قال لي أوجد سرعة السيارة بعد خمس دقائق انتبه أرجوك الدقيقة أو المنت وهنا وحدة التسارع المعتمدة في الزمن عندي ساكن فما يصلح نربط ساكن ومنت لذلك إجرائي الأول في تفكيري الذهني يجب أنه تتوائم وحدات الزمن ولذلك في دراستنا لهذه المسألة عن حركة السيارة اللي أمامنا أنتبه بالنقطة اللي ذكرتها مني شوي أول استنتاج أنه في آي أصبحت متوفرة معانا الآن بعد ما أنا حللت معطيات السؤال وما يتوفر لدي من معطيات وما هو مطلوب مني البحث عنه بكتب معادلات الحركة الثلاث ولذلك أنا ذكرت في بداية حديثي مهم جدا أبنائي الطلبة تحفظ المعادلات الثلاث لما بكتب معادلاتي الثلاث وبشوف الجزء الأول مطلوب السرعة بعده خمس دقائق يعني مطلوب مني في فاينل سرعة جديدة لاحظ في ذي المعادلات ترى هذه المعادلة فاشلة لسبب بسيط جدا أصد المعادلة ما فيها في فاينل فبس تبعد المعادلة لأنه من غالبية الأسئلة واستفسارات الطلبة الأعزاء استاذ أنا توهق ما رأي معادلة بحل عليها هو ما في والله السؤال هذا مخصص ما بتنحفظ السال فحفظ أنت بتفهم شنو المتوفر وشنو المعادلة اللي تنجح واللي تفشل لاحظ المعادلة الثالثة صحيح فيها في فاينل ولكن هي معادلة فاشلة ليش لأنه تحتاج في آي أوكي عندي في آي تحتاج تسارع أوكي عندي تسارع بس تحتاج مسافة سونا ما عندي مسافة بسؤالي فإذا المعادلة اللي تنجح بقي لدي خيار المعادلة الأولى وبالتالي هذه طريقة التفكير في إجراءاتي لحل السؤال وعندما أبتدي في حل السؤال جزئية الزمن اللي نبهتكم عليها بأن وحدة الدقائق لا تتناسب مع وحدة التسارع فببتدي أحول الزمن وتحويل الزمن اللي معاي يتم عن طريق ضرب الدقائق في ستين لأنه كل دقيقة ستين ساكند دقيقتين ستين في اثنين ثلاث دقائق ثلاث في ستين هنا خمس دقائق يعني خمسة في ستين ويكون ناتج الزمن بثواني ثلاثمائة سكند الخطوة اللي بعدها أختار المعادلة الناجحة معاي هذه معادلتي اللي احنا اتفقنا بالإجماع إجماعي أنا وإنتو طبعا كمشاهدين ومتابعين عزي طالبة ومفترض إنكم موافقين الرأي أن هذه المعادلة الناجحة في حل السؤال فبطبق معادلتي وبعوض لاحظ في فان المجهولة الفي آي بكنسلها من المعادلات صف لأن اتفاقنا الجسم بدأ من السكون خلص الفي آي باختصرها من معادلتي خير شرط لأنها لا يوجد لها أي قيمة بعوض الآن التسارع اي بقيمة الاي والتايم بالقيمة اللي أنا حوالتها ثلاثمائة سكند فيكون إجابة السؤال الأول أن السرعة النهائية في الفاينل اللي وصلنا إليها تساوي ستين متر برساكل أنا الآن وصلت إلى المطلوب الأول وأنجزت ما هو مطلوب إنجازه في المطلوب الثاني الآن في نفس المثال اللي أنا بتكلم عليه عندي مطلوب إيجاد المسافة المقطوعة وإحنا عارفين المسافة رامز هادي هذه المسافة المقطوعة التي تقطعها السيارة حتى تصبح سرعاتها الجديدة يعني معطينا الفيل فاينل لما تصبح سرعتها سبعين متر برسكند كم تكون المسافة اللي مشتها السيارة هذا المطلوب عندي في الفرع الثاني نفس ما طبقت في الفرع الأول برجع لمعادلاتي المعادلة الأولى أتوقع أنكم موافقين إنها فاشلة ليش لأن المطلوب مني مسافة دي هذي دي هي المطلوبة طيب وين دي في المعادلة الأولى ما عندنا ما في مسافة في المعادلة الأولى فتعتبر معادلة فاشلة الآن المعادلات المتبقية معنا هذه المعادلة بتنجح وذي المعادلة بتنجح أي معادلة فيهم أوكي تجد في حالتنا هذه المعادلة لأنه تحتوي في فاينل هنا ما بتنجح لأنه تحتاج زمن وأنا في هذا الفرع الثاني ما عندي معلومة كم زمن انتبه لا تروح تعوض لخمس دقائق وثلاثمائة سكند هذه ثلاثمائة سكند خاصة فقط في الفرع الأول لكن أنا ما أدري لما كانت سرعت سبعين كم خذت وقت ولهذا بكون اخترت عندي المعادلة اللي بتنجح في حل السؤال أما هذه المعادلات ذكرت بأنها مع إنه هذا بيجي هنا صحيح فيها مسافة موجودة بالمعادلة ولكن انتبه بتحتاج تايم وهذا تايم غير موجود في معطيات الفرع الثاني ولهذا بنبدأ ب اختيار المعادلة المناسبة للحل اخترنا معادلاتنا وهذه المعادلة هي اللي مذكورة أمامي هنا وانتبه بأنه الفي آي تربيع بكنسلها من المعادلة خير شر ليش لأني أدري أن الجسم بدأت الحركة من السكون وبالتالي في آي تساوي صفر فلا بقاء لها في معادلتي تكينا من في آي نطبق الآن الاثنين هذه مالة القانون التسارع زيرو بونت تو لأنه معطيني ياسل المسألة والدي ترك هدي مجهولة هي اللي قعدة أدور عليها هدي الفي الفاينل قيمتها سابعين بحط سبعين ولا تنسوا التربيع في إجراءات اللي بغت رياضيات بس هني انتهد وراء الفيزيكس اخترنا بالفيزي المعادلة المناسبة الباقي هي إجراءات رياضية حسابات وبالكالكوليتر بالآلة الحاسبة تجد بأنه ذي المسافة دي رح تساوي سبعين تربيع قسمة اثنين في بوينت تو يعني بوينت فور فلما تقسم سبعين تربيع على البوينت فور بتوصل إلى أن المسافة المقطوعة 12250 متر تشدي أنجزت المطلوب مني في المطلوب الثالث الثاني آسف الآن في الجزء الثالث من سؤالي واش طلب مني سؤالنا ونفهم ونحلل السؤال بطريقة صحيحة قال لي أب منك توجد لي الزمن اللازم للسيارة من أجل أن تقطع مسافة 90 متر إذن عطاني distance دي موجود المسافة المقطوعة مطلوب مني time t هذا المطلوب في سؤالي الآن بفكر بسؤالي وبروح لمعادلاتي يبون أو جد زمن انتبه لو سماحت شلون طريقة التفكير عشان تكون يعني لك خبرة في الحل هنا الأولى فيها time ترى فيها زمن ولكن هذه معادلة فاشلة فكر ليش طيب المعادلة الأولى فاشلة ولا تصلح لحساب الزمن مع أنها تحتوي على الرمز t موجود time في المعادلة الأولى فاشلة لأنه هذه عشان طلع الزمن بحتاج تسارع أوكي معنا تسارع الفي آي أوكي معنا صف بس مشكلتي أنا موري على الفي فاينل عقب 90 متر جم وصل الفي فاينل للسرعة ما ندري عن الفي فاينل خير شر المعادلة الثالثة فاشلة لأنه مباشرة طالع المعادلة بكبرها ما فيها time خير شر time غير واردة في المعادلة ولذلك كاختيار ذكي لك كطالب ذكي ومتمرس بحل مسألة الفيزياء بتختار المعادلة الخاصة بحساب دي اف و دي اي و في اي تي طبعا دي اي في رمز المعادلة تمثل الموقع الابتدائي وغالبية أسئلتنا بتعتبر الموقع الابتدائي أن الجسم بدأ الحركة من نقطة الاصل وبالتالي هذه دي اي لأنه بدأ من نقطة الاصل تعتبر صف هذه في اي صفر والتايم زي أنا دور على التايم مجهول بس الصفر في تي يساوي صفر صفر بمليون يساوي صفر صفر في اي شي يساوي صفر فيلغى الحد الثاني من معادلتي ايضا لأنه في اي زيرو وشي بقى في معادلتي انه دي المسافة المقطوعة نص اي في تي تربيع وهذا اللي نشوف احنا في تعويض معادلاتنا اللي تشوف امامكم باني اخترت معادلتي بعد اختيار المعادلة وخطوة تحديد معادلة الحل بنبدأ بالتعويض انا في التعويض ذكرت لكم دي آي بنكنسل لانه بدا من نقطة الاصل لانه السؤال ما قال اللي بدأت السيارة على الحركة على بعد خمسين متر من المنزل او على بعد سبعين متر من المدرسة ما حدد نقطة بداية هنا الفي آي صفر ايضا يتبقى لنا نص في اي في تي تربيع هذه نص مالت القانون هذه الاي بونتو وتي تربيع هي المجهول والمسافة المقطوعة تسعين عطانيها سؤالي ثم نكمل اجراءات الحسابات الرياضية وبالتالي نتوصل ان تسعين اللي بقيت عندي بس تسعين نص في بونتو في تي تربيع وانتبه لان معادلة تربيعية ستجد بانه هذه تي تربيع كخبرتك في الرياضيات بتقسم تسعين على ناتج ضرب النص في بونتو هذه تي تربيع تساوي تسعين قسمة النص في بونتو هذي بكبر هتطلع قيمتها زيرو بونت ون زي لما بقسم تسعين على بونت ون بيعطيني الجواب تسعمائة فتي تربيع تسعمية بس أنا أبي تي زيش أسوي عشان أطلع تي رياضيات بأخذ الجذر هنا والجذر هناك إذا خذينا جذر تي تربيع صارت عندنا تي وجذر التسعمية ثلاثين والوحدة سكند لأني قعد أدور على زمن والمطلوب مني حساب زمن أرجو بأنه كانت خطوات الحل واضحة في هذا التدريب الأول واللي أتمنى من أبنائي الطلبة إذا فيكو أحد سجل الحلقة أو إذا حد بيرجع يتابع البث المسائي أو اليوتيوب أترك الحل وقف العرض وحل أنت وقارن حلك مع إجابة السؤال لأجل تزيد خبرتك في التعامل مع هذه المسائل الخاصة بمعادلات الحركة في مثال ثاني اخترنا لكم من الكتاب هذا سؤال في كتابكم بصفحة 75 وانا تعمدت أوضع الصورة نفس ما هي موجودة في كتابك لأجل أنه نتعود دائما على ارتباطنا بالمنهج سؤال 17 في صفحة 75 يوضح لي عن حركة متزلج على لوح تزلج بسرعة منتظمة إذا هذا المتزلج قاعد يمشي بسرعة ثابتة 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 إذا مخك بي تنتج معناته يا أستاذ تسارع صفر لأن السرعة ثابتة ما قاعدة تتغير فعلا الحركة في بدايته كانت بسرعة منتظمة وتسارع الصفر ثم بدأ هذا المتزلج صعود مستوى مائل بدأ يصعد جبل ولذلك أثناء صعود الجبل سيتم تباطئ للحركة وأعطاني معلومة السؤال أن تباطئ الحركة بتسارع منتظم قيمة 0.2 متر على سكانتربيع انتبه أرجوك التسارع اللي أعطاني إياه 0.2 زين شنو بتضيف أنت كشخص عندك تفكير صحيح وفاهم الفيزياء صح شنو بتضيف من عندك أنت إضافة لهذه المعطيات اللي بسؤالي صحيح تفكيرك صحيح بتقول أنه أضيف إشارة سالبة لأنه الأستاذ قل لي أن الحركة في حالة تباطئ ولذلك الكتاب ما حطى لي سالب بس عبر عنها لفظيا بالكلام قال تباطئ أنا بترجمها رياضيا كإشارة سالبة ولذلك الآن المطلوب بسؤالي ما الزمن الذي يستغرقه المتزلج في صعود المستوى المائل يعني من كان ماشي بسرعة ثابتة عقوب بدأ يصعد الجوزين كم خذ وقت على بال ما وصل هاي القمة كم خذال التايم أنا اجتهدت بأسلوبي عشان أوضح السيناريو أكثر لكم هو السؤال في الكتاب كان لفظي بالشكل المعروض أمامكم ولكن حاولت يعني قدر استطاعتي أمثل هذا السؤال بنموذج الجسيم النقطي لأجل أن الفكرة توصل بشكل أوضح لكم وانتبه في نموذج الجسيم النقطي اللي أمامنا الجسم كان في البداية ماشي بسرعة منتظمة وتلاحظ هنا لنموذج نقطي نقاط نفس المسافات وبالتالي في هذه الفترة سرعة الجسم اللي كان ماشي عليها لين ما وصل بداية المرتفع كانت السرعة بقيمة 1.75 هذه السرعة اللي كان ماشي عليها الجسم الآن بداي يصعد أثناء الصعود بتلاحظ لو رسمت متجهات السرعة كل ما صعدنا فوق متجه السرعة قاعد يقل متجه السرعة قاعد يقل يقل ولين ما ينتهي الصعود طيب متى ينتهي الصعود المتزلج ويوقف عن الصعود إذا أصبحت سرعته صفر ولذلك ترى انتبه السؤال ما قال لي ترى سرعته في الآخر صفر لا السؤال ذكر لي عند انتهاء الصعود أنا تلقائياً بفهم أن الصعود انتهى عندما توقف في الجسم لو ظلم تحرك شامبي صعد أزيد بس هو توقف عن الصعود بسبب أن سرعته أصبحت صفر وهذا أنا ذكرت أنه عند انتهاء الصعود سيتوقف الجسم طيب توقف الجسم ذكرت لكم في أول درسنا اليوم ما دام السؤال ذكر توقف للجسم استنتج بأن الفي فاينل تساوي صفر هذا اللي سويت الآن هو تحليل لمعطيات السؤال وأضيف لكم على هذا الرسم أن تسارع الجسم اللي أمامي وحسب معطيات سؤالي سيكون تسارع سالب ليش تسارع سالب لأنه صار حالة تباطؤ في الحركة وبالتالي هذا اللي خليني أسهل على نفسي فهم القصة وسجل الأي بقيمة سالبة لحظ هو القيمة اللي أعطوه نموج بونتو بس أنا على حسابي بظيف السالب أنا على حسابي بظيف السالب لأني قررت بأن الحركة في حالة تباطؤ ولذلك بنكتب معادلات الحركة مثل ما سويت في السؤال السابق لأجل أني أحدد أي قانون يناسب حل السؤال أنا قررت سؤالي مطلوب من عندي زمن يعني المجهول عندي تايم تي لذلك أول معادلة بس تبعدها هاي المعادلة لاحظ ما فيها تايم خلاص هاي شلناها بقع عندي الآن تفكيري مشغول بين معادلتين الأولى والثانية المعادلة الثانية فيها تايم صحيح وهذا التايم بيحتاج إلى تسارع التسارع موجود عندي حق صعود المرتفع الآن الآن الـ موجودة حق تسارع بداية صعود المرتفع بس المشكلة عندي إذا أنا ما أدري كم المسافة اللي قطعها الجسم أثناء الصعود لأنه هذا الديستنس مفقودة إذا معادلة فاشلة ولا تعتمد لحل السؤال ولهذا بتكون أنت كطالب مفكر ولك خبرة صرت في تعامل تعاملنا مع التسارع وتأخذ قرار بالمعادلة الأولى هي المعادلة اللي بتنجح في حل السؤال لذلك بختار معادلتي وببدأ التعويض أنا ما دام أنه توقف في النهاية إذن الفين صف السرعة الابتدائية 1.75 الأي بعوضها بقيمتها السالبة لا تنسى والتايم مجهول عندي انتهى دور الفيزياء والبقى على خبرتكم في الرياضيات معادلة بمجهول واحد بحول الماينس بونت 2 تي كإجراء الرياضيات قاعدة أتكلم بحولها الصوب الثاني بتصير شارتها موجبة وال1.75 تمت بمكانة زين أنا بالتايم فبقسم على اللي مع التايم بونت 2 وبقسم على بونت 2 الطرفين وبالتالي نجد أن الزمن المحسوب 8.75 هذه كانت إجابتنا للتدريب الثاني واللي أرجوكم مرة ثانية تحاول حل السؤال لوحدك عند إعادة البث أو عند تحميلك الحلقة من القناة الخاصة بوزارة التربية أو قناة اليوتيوب لتلفزيون البحرين ودرب نفسك حل أخطئ مو مشكلة مو مشكلة خطأنا بعلمنا وقارن إجابتك مع إجابة الموجودة أمامك التدريب الأخير لاني أنا مبي أتعبكم وأطول عليكم أكثر هذا التدريب الأخير اللي بعرض لكم فيه سؤال صراحة يعني مشابه لمثال في كتابكم هو في كتاب المية واثنين فيه سؤال عن شخص يقود سيارة ومن ثم استغرق وقت في الاستجابة ثم يستخدم الفرامل لإيقاف السيارة هذا سؤال مطابق لنفس الفكرة بس أنا خليت السؤال على شكل منحنة سرعة وزمن علشان أكسب معلومة جديدة من خلال استخدام منحنة السرعة والزمن ذكرت في سؤالي أن الرسم البياني يدرس علاقة منحنة السرعة والزمن عند مشاهدة سائق سيارة للطفل يعبر الشارع وعند لحظة مشاهدة الطفل إلى ما في نهاية الأمر السيارة توقفت أدرس الرسم وأجب عما يلي أولا ما هي سرعة السائق أول مشاهد الطفل فبشوف الرسم البياني السرعة الابتدائية أول ما بدأ عند لحظة المشاهدة لقينا السرعة عملاتنا 24 متر بر سيكند هذه الوحدة وبالتالي في إجابتي من الرسم البياني مباشرة بسجل وش هي السرعة الابتدائية المطلوب الثاني بسؤالي ما هو زمن ما هو زمن الاستجابة للسائق أو اللي نسميحنا thinking time زمن التفكير أو زمن الاستجابة هو الزمن اللي يستغرق السائق بحساب ماذا عليه أن يفعل في هذه الظروف قد يكون في السيارة البريك غير صالح ممكن أن المسافة مع الطفل ما تسمح يوقف يروح يدعم في طف أسهل يدعم هذه الإجراءات في ذهن السائق تحدث في جزء من الثانية زمن التفكير السيارة ما بتنطر على السائق يفكر وتقعد السيارة ماشية ما زالت بنفس سرعتها ولذلك هنا تجد بأن الرسم البياني السرعة تمت ثابت 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 وأثناء ثبات السرعة السائق قاعد يفكر شو يسوي فزمن تفكير السائق إليه ما بدأ التباطؤ هذا الزمن المستغرق من الرسم البياني اللي أمامي هو بمقدار 0.4 second هذا من الرسم البياني بس تنتج بس اللي أريد أن تنتبه أنه زمن التفكير هو زمن ثبات السرعة لأن السيارة مواصلة على نفس سرعتها طيب زمن فرملة السائق أو زمن استخدام هو الزمن من لحظة بدء التباطؤ إلى نهاية التوقف ولذلك بدأ يتباطئ السائق من عند زمن 0.4 هذا ومن ثم من ثم واصل للسائق تباطؤ 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 إلى أن لاحظ هنا السرعة كم وصلت صف يعني توقف إذن هذا زمن تف ولذلك سيكون الفترة من تي آي إلى تي آي هي فترة الفرملة ورح يكون حساب دلتا تي مثل ما تعلمت بالوحدة الثانية إنها تساوي تي فاينل ناقص تي آي يعني 1.6 ناقص 0.4 وتطلع لنا بإنه زمن الفرملة هو 1.2 ساكن إذن كإجراء سوينا حساباتنا لزمن الفرملة من خلال الرسم البياني بمقارنة تي فاينل مع التي إنيشيال وسجلت إجابتي بأن هذا الزمن 1.2 الجزء الرابع والأخير في سؤاله يقول لي بأنه إذا كان الطفل اللي شافه السائق بعيد عن السيارة من لحظة المشاهدة مسافة 28 متر هذا الطفل المسكين ياي على مسافة 28 متر من السيارة منذ لحظة المشاهدة هل السائق سيصطدم بالطفل أم لا علشان أحدد أنه يصطدم أم لا يبيلي أحسب المسافة اللازمة للتوقف طيب مسافة التوقف تجد بأنه السائق بيقطع المسافة على مرحلتين المسافة المقطوعة اللي بالمرحلة الأولى هذه سميتها دي ون وهي مسافة كان فيها السائق متحرك بسرعة منتظمة ومدتها الزمنية من الرسم البيان استنتجناها 0.4 هذه فترة التفكير وتحرك بتسارع صوف لأنه سرعة منتظمة هذا الجزء الأول للمسافة المقطوعة في الفترة الأولى بعد ذلك نجد بأن المسافة الأولى اللي قطعها السائق أثناءه قاعد يفكر تساوي السرعة ضرب الزمن سرعة السائق في الجزئية الأخرى هنا في مسافة أخرى قطعت سميتها أنا دي تو وتمثل حالة التباطئ لأنه بدأ يستخدم بريك وبالرسم البياني واضح التباطئ معانا هنا ميل سالب يعني تسارع سالب بابتدي بحساب التسارع نفس القانون اللي تعلمناه في الحصة الماضية أن التسارع هو تغير السرعة على تغير الزمن وجدنا بتعويض البي اف وفي اي وتي اف وتي اي لاحظ البي فانل لأنه توقف صفر البي اي أول ما بدأ يسوي بريك البي اي كانت 24 الزمن النهائي 1.6 زمن بداية الفرامل 0.4 فوجدنا أن التسارع أثناء عملية الفرملة بقيمة منس 20 متر بر سيكن سكوير صار التسارع الآن معانا موجود لذلك بستخدم أنا معادلات الحركة اللي تعودنا نتعامل معاهم ونشوف هذه المعادلات اللي أنا سجلتها لكم أي معادلة بتنجح تحسب لنا المسافة المقطوعة في الفترة الثانية فكان اختيارنا المناسب هو لمعادلة دي زائد الفي في تي ما نص اي تي تربيع لأنه الاي موجودة وننتبه في هذه الفترة الزمن اللي احنا تباطعنا فيه حسبنا زمن الفرامل تونم شوي بن 1.6 ناقص ال 0.4 فحسبنا دي تو من المعادلة وتعويض في رياضياتنا الدي اي تكنسلت الفي اي ما تكنسلت لأنها موب صفر الفي اي كانت 24 ولهذا سنجد بأنه هذا الفي اخذناه في زمن التباطع عقب نص في التسارع وانتبه انه التسارع سالب 20 يجب وضع الاشارة في الTIME والTIME نسويله تربيع فنجد أن المسافة المقطوعة في هذه الفترة كانت و 14.4 متر هذا المسافة في الفترة الثانية طب المسافة التوقف كاملة هذه الدي الكلية او الدي توتل كانت المسافة الكلية هي مجموعة دي وان مع دي تو هذي ويطلع مجموعهم 9.6 اللي يبناها قبل و14.4 اللي يبناها عقب ولما تجمعهم يطلع مسافة التوقف اللازمة للسائق 24 متر هذا المسافة ستجد بان الطفل على بعد 28 متر اذا سيتوقف السائق ويحتاج 24 متر اذا بيمدي السائق الحمد لله رب العالمين يوقف قبل ما يوصل الى موقع الطفل وارجوك تنتبه وتربط اللي قاعد اتكلم فيه مع الحصة الماضية انا ذكرت بان وما دام عندي منحنة سرعة وزمن انا اقدر ايب الازاحة المقطوعة ترى بدون معادلات وعلمتكم على هذه القصة من خلال وجود حل بديل هذا الحل البديل ذكرت ان مساحة تحت المنحنة تمثل فعليا الازاحة المقطوعة من هذا السائق وبالتالي اذا شفت في رسمتنا البيانية اللي امامكم اذا بغيت ادور على الازاحة المقطوعة اثناء حرقة السائق هذا السائق في هذه الحركة كان متحرك بسرعة ثابتة ثم بدأ يتباط الى ما توقف اذا المسافة المطلوبة للتوقف هي من بداية الحركة الى نهايتها فبضلل على كامل الاريا اندر العملية بقسم هذه المساحة الى جزئين هذا الجزء الاول سميتها A1 والجزء الثاني بسميه Area 2 هذا الشكل الي امامك رباعي والشكل الرباعي مساحته طول في العرض الشكل الاريا الثانية مثلث مساحة المثلث نص في القاعدة في الارتفاع ولهذا اذا طبقت المبدأ بان الازاحة تساوي Area 1 زائد Area 2 المساحة الاولى رباعي طول في عرض هنا المسافة 0.4 والطول هنا 24 ضربناهم اعطوني 2.6 هنا مثلث نص في القاعدة انتبه بس لا تيجي تحط القاعدة 1.6 ارجوك انتبه القاعدة هي من هنا من 0.4 الى 1.6 وتعادل 1.2 اذا نص في القاعدة في الارتفاع هذا ارتفاع المثلث مالي الى 24 وتطلع المسافة او الازاحة اللازمة 24 متر نفس هذه الاجابة اذا لاحظ حلينا بطريقة مختلفة واستنتجنا في نهايتها ان السائق لا يصطدم بالطفل ليش لان مسافة التوقف اقل من المسافة الفاصلة بين الطفل والسائق واتمنى في نهاية درسنا لليوم ان يكون الجميع استفاد واستمتع بعد مو بس استفاد لانه ترى لذيذ الفيزياء اذا تعاملت معها بمحبة حبوا مادتكم حبوا المواد اللي قاعدة تعرض لكم ربي وافق الجميع ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة